افتتحت مملكة البحرين جناحها الوطنية ضمن معرض اكسبو ميلانو 2015 الذي يحمل عنوان آثار خضراء وذلك بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وبهذه المناسبة أكدت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة أن مشاركة مملكة البحرين في اكسبو ميلانو 2015 تعد الأضخم من بين مشاركاتها في المحافل العالمية المختلفة مؤكدة أن هذه المشاركة تأتي للترويج للبحرين بحضارتها العريقة ومكوناتها الثقافية المتميزة كوجهة لسياحة ثقافية عالية المستوى في المنطقة كما وأوضحت معاليها أن عنوان جناح البحرين آثار خضراء جاء ليمثل الاعتزاز الذي يشعر به المواطنون بتراثهم الثقافي والزراعي وقد شهد افتتاح الجناح حضورا كبيرا من قبل الزوار الذين أشادوا بالإرث الثقافي الزراعي الفريد الذي تمتلكه البحرين والذي يعرض من خلال حدائق فكهة متنوعة كما يحتوي الجناح على قطع وتحف أثرية تستحضر التقاليد الزراعية التي تعود لعدة ألف من السنين إضافة إلى الأساطير العديد حول البحرين في هذا الجانب هذه المشاركة في معرض أكسبو ميلان المشاركة العالمية التي تمثل فيها مملكة البحرين تاريخها آثارها زرعها وكل ما يميزها أكبر فرصة للترويج البحرين لترويجها بالشكل الصحيح لتسليط الضوء على آثارها على هويتها على كل ما يميزها من دول الخليج الأخرى أنا أكثر من سعيدة بأن يحوز هذا الجناح على أعجاب الكثيرين كمعمار وكتصميم وكحدائق تقري الزائر بالبقاء فيها والبعيد عن الضوضاء التي يعج بها المكان هنا مكان للراحة هنا مكان للتعرف على آثار البحرين على ثمارها على زرعها الفيلم الذي أعد عن كل ما يتعلق بالزراع في البحرين وهو ثيم هذا العام لمشاركة العالم أجمع حيث تحت عنوان كيف نطعم العالم نقدم أجمل تمثيل لطبيعة الزراعة في البحرين منذ البدايات الأولى منذ القرون الماضية كيف كانت الزراعة بشكل طبيعي وكيف استحدثت بعض المعدات وبعض التجارب الخاصة كلها تحضر هنا في البحرين لتقدم مملكات البحرين بأجمل